أقول بالنسبة لصورة الكهف هل هي مخصصة لكل جمعة وهل يمكن نقرأها بعد مغرب يوم الخميس تقول الوالدة دائما في قيام الليل يوم الخميس ليلة الجمعة تقرأ سورة الكهف أختم عبد الله بارك الله فيك ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج لأن كل حديث ورد في فضل صلاة الجمعة ضعيف من جهة الإسناد لكن طريقة أهل العلم تتبعون أسانيد هذه الأحاديث فتتقوى إذا احتملت التقوية إلى درجة الاحتجاج في تكون الأحاديث حسنة ولله الحمد والمن ولذلك سورة الكهف ورد في فضلها أحاديث حسنة في قراءتها في يوم الجمعة في قراءتها في يوم الجمعة من أهل العلم انذهب إلى أن الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس فإذا غربت شمس يوم الخميس بدأ يوم الجمعة ولذلك الناس يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة ومنها ذكر بعض العلماء بأن الإنسان لو قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة فقد أتى بالفضيلة لكن أغلب أهل العلم يذكرون بأن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو قبل صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة يقولون هذا أفضل الأوقات فإن فاتته قراءها بعد الجمعة أو في عصر يوم الجمعة